موسيقى السلام عليكم مصر أم الدنيا تدخل عالم النفط والغاز من أوثع أبوابه اتفاقيات جديدة واستثمارات موعودة وفوائد مالية منتظرة ثمان اتفاقيات بيترولية جديدة أعلنت عنها الحكومة المصرية تلت عديدا من الاتفاقيات المماثلة شركات أوروبية وأمريكية راغبة بالاستثمار وبأرقام انفاق ضخمة استثمارات تنتظر من ورائها مصر مردودا ماليا يكون خير معين لعيز الميزانية والاستحقاقات المالية الداهمة ولمنع تكرار أزمات الوقود في المستقبل دولة تنتظر إرادات مالية تعزز من مكانة الاقتصاد ومواطن يبحث كيفية التوفير في فاتورة النفط هل باتت مصر من الدول المرشحة بقوة للدخول إلى نادي منتجين نفط وتصديره أين إسرائيل بما يجري من عمليات تنقيب في البحر المتوسط هل تعرقل مسار الاستثمارات بحجج واهية للتصلت مرة أخرى على الحقوق العربية الباحث في شؤون الاقتصاد العربي ورئيس مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الدولية الدكتور مجد حمد ضيف الحوار الاقتصادي لهذا الأسبوع أهلا بك دكتور أهلا وسهلا وأبدأ معك من توقيع الاتفاقيات الجديدة التي أعلن عنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عن توقيع ثمان اتفاقيات باترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات قدرت بمليار ومائتي مليون دولار طبعا ده مؤشر مهم للغاية أولا أنه بيعني عودة الاستثمارات الكبيرة ومش فقط الكبيرة حجما أنها أساسا الكبيرة في مجال الصناعات الثقيلة وده طبعا صلاة النفط بالقاطع من الصناعات الثقيلة وده من الحاجات الهمة جدا أن يبتدي مؤشر أنه مش جاي نعمل كنتاكي ونعمل ومبي لا دخلنا وده يعكش طبعا في جانب آخر ثقة في الوضع السياسي في مصر الحالي بصفة خاصة مع تقدم تنفيذ خارطة الطريق وهذا تعلم أنه قبل أمس بدأ التصويت في السفارات المصرية في العالم كله على خارطة الدستور وبالقاطع طبعا بما في ذلك خارطة الطريق وفي مصر نفسها يومي 14 و15 من هذا الشهر سيتم الاستفتاء الشعبي على الدستور واعتقد الغالبين سوف يمروا بنسبة كبيرة جدا لأنه ده بيفتح كمان أبواب كثيرة مؤلاء جزاكت النسبة متدنية وما أعتقدش ده هيقفل أبواب مش هيفرح أبواب لأنه برضو هيا في نتالي إحنا كنا كجا وإنتوا كجا فيما يتصل بالجدال السياسي العنيف اللي بيجري بينه النظام السياسي كان لافتا قدوم هذه الشركات التي هي من جنسيات إماراتية، إيطالية، بريطانية، أرلندية، كندية كان لديها الثقة بالدخول باستثمارات ضخمة في ظل هذا الوضع السياسي المضطرب في البلاد هو للأمانة مش تغير في مواقف هذه الشركات، هو التغير أساسا في الموقف السياسي الأمريكي والموقف السياسي الأوروبي، مما يجري في مصر، كلا هما راهن كثيرا على الاستمدار الإخوة المسلمين في الحكم، وعندما سقطوا راهن على إمكانية استعادة السلطة والضغط على مصر بما يعني، بما يحفظ ما يسمى به شرعية الرئيس المنتخب لكن تأكد أن كل ده بالذات مع مفاعد الإخوة المسلمين للأسف الشديد من تخريب وعنف وقتل وشيء يعني بشع لا يمكن يزدر عن تنظيم سياسي، مش كمان تنظيم ديني الموقف الأمريكي كان للحظات قريبا جدا مازال مؤمنا في احتمال يرجع الأمريكان بالذات يسدهم دايماً من البراجماتية الزرائعية والجانب العملي بيحاول آه أنه ممكن يكون الإخوان كذا وممكن لكن في النهاية، أولاً الحكاية لا، مش نفعه وبالتالي ابتدى يغير الموقف وابتدى حتى يسحب المقولة الفرغة أنه لا هذا انقلاب عسكري لماذا تربط بين قدوم هذه الاستثمارات والوضع السياسي؟ هل الأمران مترابطان إلى هذه الدرجة؟ أم أن هدف هذه الشركات للاستثمارات هو فقط الفائدة الاقتصادية والاستثمار في البلد؟ لا، الموقف السياسي هو الحاسب لأن تعلم يقيناً أن رأس الملجبات لأولى خصائصه والبيئة في مصر ملتهبة سياسياً وضع لا استقرار وغير مضطر حتى لو حصل استفتاء وجابت النتيجة عالية جداً لمشلحة الدستور وستأت إن شاء الله وانتخب رئيس الجمهورية وانتخب كل ده مش مؤشر أن أنت داخل للعنصر الفائصل في الاستثمارات الأجنبي وغير أجنبي وعنصر الاستقرار مش رحش؟ بدليل عملي برضو أنه طوال فترة الرئيس مرسي ما كانش في استقرار سياسي في فاسل ولم تأتي هذه الاستثمارات بالضبط بالضبط إنما النهاردة الموقف الغربي بالصفة خاصة الأمريكية والأوروبي عنده يقين أن لا تسقط مصر لأن معنى سقوط مصر لقدر الله أنه يتفتح من أبواب جهنم على المنطقة كلها ومن هنا في سعي أنه نلحق بقى من بقاش خسرنا مصر مرتين مرة لما كان معجول مرسي وأساء كثيراً وحتى الرئيس أوباما اتطار أخيراً يقوله يا مرسي ما أساء طول ما هو موجود في السلطة يعني أنا بقول لك لو اللي هجبت تغير الأمريكي وبالتالي الأوروبي اللي كان شرطه عالي قوي من أشهر فاتت ضد اللي ما يجري فيه مصر ما كانش عايزة الموقف الشركات أصلحة في النهاية عايزة مناخ من الاستقرار وده مش موجود في مصر إذن اللي جابه شيء آخر غير المحادي والضغط السياسي من الدول الكبيرة هذه الاتفاقات الجديدة تضمنت البحث عن البترول والغاز في مناطق معينة البحر المتوسط بدلتا النيل وخليج السويس براك هل تشمل مناطق أخرى وأين وأهمية هذه المناطق التي يود التنقيب والاستكشاف فيها هو طبعاً رأس المال بشكل عام برضو غير مغامر والمناطق دي مش عبث أنه تركز على هذه المناطق لأن هذه المناطق المعروف تاريخياً دي مناطق فيها اكتشافات كبيرة للنفط من مرحلة السيطينيات لما بدأ يزر النفط وبصفة خاصة على عيد شركات إيطالية وشركات أمريكية مصر حاولت ولا تزال تحاول وفي شركات جات كم من كثيرة يروحوا الصحراء الغربية لكن ده حتى الآن قد يكون وقد لا يكون باب وعد إنما عايز يستكشف في المنطقة عايز يعني عناصر ثقة أنه يلاقي حاجة مش ينفق هذه المليارات سوى بعد ذلك يقفل يفتح لا هاي النهاردة أنه المناطق دي كل لها مناطق غنية باحتياطات أو يفترض أنها غنية باحتياطات النفط بدليل برضو الواحد بياخد دايما المماشرات العملية حتى وكان دا مثال بعيد شوية الصغيرين المريكي بتحتل السيناء جابت تاني أكبر أم تنين حفارين ضخمين جداً في العالم عشان يطلعوا مياه من قناة سويس البترول من قناة سويس وقت احتلال لكن المخابرات المصرية ضربتوا في ساحة العايز ولم يصل أصر إلى أصرية أيام جمال عباس سنتوسع بهذا الموضوع أكثر ولكن اسمح لنا أن نأخذ تقرير لمراسلة الميادين في مصر سمية الشناوي نتابعه ومن ثم نعود أوكي أهلاً وسلم ربما توضح هذه اللقطات معاناة المصريين خلال أزمات الوقود المتكررة من أجل الحصول على البنزين رغم أن حجم الدعم الحكومي للمواد البترولية في السنة المالية بلغ أكثر من 18 مليار دولار الأمر الذي دفع الحكومة للعمل على تطبيق منظومة البطاقات الذكية لإحكام الرقابة على الوقود البطاقات الذكية يتوقع أن تحقق وفراً قدره 36 مليار جنيه حين يبدأ المواطنون باستخدامها والله أنا مش شايف لها فائدة لغاية دلوقتي إلا في حالة أنها هم هيحددوا حصة معينة لكل مواطن على الكرت تمنع التكدس اللي كان بيحصل على البنزينات دي كلها هتمنع حكاية تهريب الوقود وفي محاولة منها لحل أزمة الوقود وقعت الحكومة المصرية ثماني اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز باستثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو مليار ومئتي مليون دولار الاستثمارات دي اللي هيتم ضخها والأعمال الفانية والأبار اللي هيتم حفرها في البحر المتوسط وفي الدلتا دي هنتج عنها اكتشفات إن شاء الله بترولية أو غازية بتضاف إلى احتياط الغاز واحتياط البترول وبالتالي معدلات الإنتاج ممكن تجي تعود النقص الطبيعي في معدلات الإنتاج وفي نفس الوقت نقدر نغطي احتياجات السوق المحلي كانت دول خليجية تعهدت بمساعدات قيمتها 14 مليار دولار لمصر وبمنح بترولية بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من تاموز يوليو الماضي مما ساهم في تخفيض حجم الإنفاق الحكومي على الوقود قيام الحكومة المصرية بدخل اثمارات جديدة في مجال البترول واعتماد نظام البطاقات الذكية على الوقود جاء كمحاولة منها لوصول الدعم إلى مستحقي وعدم تكرار أزمات الوقود في المستقبل سمي الشناوي القاهرة المياد عودة من جديد لك دكتور مجدي أود أن أسألك المناطق التي طرحت من قبل الشركة المصرية القابلة للغازات الطبيعية تضمنت حفرة 17 بئرا جديدا للبحث والاستكشاف على مدى ثلاث سنوات مراك هل يمكن أن يكون هناك أبار جديدة سيتم اكتشافها مع الوقت خلال السنوات التي سيتم فيها تنفيذ هذه الاتفاقيات والاستثمارات كما أشرت سابقا مؤكد أن المناطق دي بتوضح أن الناس جاي على غاز ونفط موجودين يعني مش لأول مرة هيكتشفه بالعكس يعني كل المناطق دي بالضافة إلى سيناء طبعا وإن كانت إسرائيل استنزفت احتياطات كتير من سيناء لكن هي مناطق قردي مصر تحصل منها على نفط وخصوصا أن مصر دولة نفطية حاليا وعودوا في القوابك بش في القوابك وعودوا مراقب اللي هي منجمة الدول العربية المصدرة للنفط وممكن حتى تكتفي ذاتيا لولا للأفضل أنها تبيع وتشتري مواد منتجة إنما ده بيؤكد أن الاختيار سليم لكن لازم نحط في حسابنا حاجة أهمة للغاية المبلغ بنتكلم في موضوع النفط بالزادة السنعة سقيلة من التراز الأول الاكتشافات أو الاستكشافات عايزة بلغ مالية طائلة وربما تفتح بقر مفيش اتناني مفيش تالت مفيش الرابع يعني طبعا بتتحمل قياسات وجشات للأراضي وبيوصلوا النتيجة قبل ما يبتدوا المغامرة لكن برضو استيل تعمع مجهول هيطلع قد إيه في النهاية لاحتياطي قد إيه ما باباش حد عارب بالضبط درجة النقاء يعني فيه اعتبارات اتصادية كثيرة بتحدد نوعية النفط والمستقبل الناتج من حفر بيقر وظلع فإذن برضو أنا مش عايزة بلغ كتير أنا هيمين إيه على فكرة التوجه السياسي مش الإقصاد ليه قولي مليار ومتين مليون دولار على ثمن شركات لا يعني شيء على وجه الإطلاق كالنفقات استكشاف لا يعني شيء على وجه الإطلاق يعني أنا بيحبس أن نحن نحط طبعا ليه أهمية قسوة سياسيا وقصو الصادية بس اقتصادية من ناحية أن الاستثمارات الكبيرة عائدة مرة تانية إلى مصر أنه فيه درجة ما من الثقة أن القادم في مصر أفضل مما سبق ودي كلها عناصر مهمة للغاية ثم نتواقب مع ذلك كمان أن مصر بدأت في تسديد ما عليها من استحقاقات للشركات الأجنبية لأنه مش ممكن شركة تستسمر وأنت بتدفعش اللي عليه صحيح سوف نتحدث بكل ذلك عن دفع المستحقات للشركات وعن موقف إسرائيل من الحدود البحرية ولكن أرجو أن نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدين أرجو أن تبقوا معنا فاصل ثم نعود عودة من جديد مشاهدين مع هذه الحلقة التي تستضيف الباحث في شون الاقتصاد العربية دكتور مجد حمد للحديث حول ما قامت به مصر من توقيع ثماني اتفاقيات جديدة لاستكشاف النفط والبترول دكتور حمد في السابق قبل شهرين من الآن وقعت مصر قوانين أصدرت قرارات لقوانين جديدة لإحدى وعشرين اتفاقية بترولية أيضا مع شركات عالمية تتضمن حفرة 109 أبار ما حصل اليوم هو تكمل لما كان حصل قبل أشهر من الآن يأتي أيضا في صياق مناخ الاستثمار الجيد الذي دفع هذه الشركات للقدوم والاستثمار في هذا المجال النفطي في البلد لنشوف أنا زيب أقول لك أنه مصر النهاردة في حاجة إلا ما يسمى استثمارات المشتق استثمارات الضخمة والعملقة لأنه هو ده اللي بيدي تأثير مباشر داخلي وخريشي في نفس الوقت لأن مصر على طريقه الصحيح لأن مصر اللي خرجت من هذه الكابوة السياسية شوفها تنطلق وتصبح أحد الأمور العربية أو الأفريقية لأنه أولا سوق واعد بلا جدال ثم الحجم الحجم المالي الحجم حفو حفو حجم السوق مش بس السوق واعد كالاستثمار لا الحجم نفسه كبير وديك مثال سريع للمصر موبوءة به فيروس سي ببعيد عنك الشر يعد فيه دواء طلع جديد بيعالج بصفة خاصة جيني طايب فور اللي هو سائد في مصر أوروبا وأمريكا يطلع عمرهم أحاس على جيني طايب وان اللي موجود عندهم الأرث الواحد في الدواء الجديد ده ومختارع مصري بالمناسبة بس أمريكي بألف دولار العلاج ستة شهور مع إبر انترفيرون وأقراص ثانية ريبافرين بيكلف بيكلف ربع مليون تلت تربع مليون جنيه مصر للفرض لذلك مصر داخلة في مجال التخفيض طب اتخفاضي يبقى قد ايه قالك لا 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 مصر حتى مبارح تصريح رسمي من الجرور المبلاوي على الأقل 10% من السكان في مصر يعني 9 مليون إلى أحياني يقولك إلى 15 مليون فده سوق لو تدفع له إن شاء الله ب10% تكسب نفس اللي عمله الرحلة العظيم نيرسون مندلة في مواجهة الإلس إنه قال للشركات البرضو الأوروبية اللي انتجت إنه ده سوق ضخم يعني إنها بس بقى هنا برضو عشان برضو إنه مش ميال دايما للمبالغة إنه ميال إن إحنا ندرس الأمور زي ما يقولوا التنظير المباشر للواقع عندنا هنا مشكلة أساسية إنه أنت محتاج استقرار الاستقرار لن يعالج حتى بتوقف الأخوان المسلمين عن العنف في عندك مشكلات بنيوية في الاقتصاد نتكلم على مواريث 40 سنة فترة السادات بالكابل ثم فترة حسن مبارك بالكابل هذه الاستثمارات كم تساهم بحل هذه المشكلات البنيوية للإقتصاد لن تحل لن تحل لكن لن تتكلم عن استكشاف نفط حتى لو شركة واحدة بطلاب مليار دولار كلام فارغ حماليا يعني يديه في السوق عارف طيب دكتور لكن هذه الاستثمارات لن تساعد في خفض دعم المواد البترولية والتخفيف على الميزانية يعني الحكومة تدعم البترول تقدم دعم يبلغ ثلاثة مليارات وستمائة مليون دولار كل عام ما هذا إيش ده المشكلات البنيوية الحادة أن الحكومة غير قادرة وربما غير راغبة لأن أنت كمان دخلك عدو رهيب من الداخل وهو الأخوان المسلمين فعمل حسن ويمكن الكارسة الكوارس أنك اضطرت تهادن شوية وتتكارب عن مصالحة شوية عشان ما يخربوش أكتر فالمواطن العادي يشعر بقدر ما على الأقل من الهدوء فبقيت تتسامح مع مجاهرات لدرجة وصلنا الحرق الجامع يعني شيء ما كانش لأن الحكومة تراخت في مواجهة الظاهرة من البداية فنهار ده انتشروا في المنطقة المصر بشكل عام يعني لذلك إحنا بنقول المهاجهة للإستثمارات هتدي الأمل للمواطن وده ما فتقدت حاليا ومفقود المواطن ما عندهش أمل بقرة ما عندهش أمل يرجع بيته وده لا قدر لازم ما حدث في الأحداث لبنان من خمسة السابق نحن ستنحكس عليه اقتصاديا يعني نحن شهدت للمرسلتنا سمية الشناوي أن الجميع تحدث على البطاقة الذكية وضرورة دعمها وتوفير على المواطن وهناك أسئلة لعدد من الخبراء الاقتصاديين تساءلوا أن هذه الاتفاقية هل تراعي في شروطها تحقيق التوازن الاقتصادي ويضمن للدولة المصرية عائدات مالية بإمكانها أن تستثمرها في قطاعات أخرى منتجة أو صناعية أنا اعتقادي بالجدد نعم بس تتكلم هنا حتى مش الأجر القصير الأجر القصير هذا عبرها خمس سنوات الاستكشفات دي هتوصل أنت النتائج مؤكدة نتائج قصدية هل مدى الطويل؟ ثم لا ممكن المتوسط اللي هو في دول عشرين سنة من الآن فالاحتياجات مش توقف وهي احتياجات ضخمة ومتنمية بشكل إحنا بنزيد مليون ونصر كل سنة يعني تعمل حسابك أنك مش بيجيب مثلا كزي مليون رغيف هذا المحافظة اللي بنتمي لها كنت في رقاء مع المحافظ بيعمل خماشتاشر مليون رغيف ودي محافظة في اتنين مليون خماشتاشر مليون رغيف في اليوم الواحد فإذن أنا ما بتكلمش على الأجل الطويل المتوسط أكيد فيه عوائد المصري أنا المشكلة فين؟ أن أنت عاجز للأسف الشيطة كحكومة عن اتخاذ القرار الجزري في وقت وبرضه الدليل العامل على كده إيه من نيسان 2011 بنتكلم على كورة الزكي صدرت إمتى؟ حتى الآن لم تغطي كل المصري صحيح حتى معقول موضوع ميجور زي كده يعني أقول لك أن الدعم لن يقل بالاكتشافات حتى لو بكر نلقوا نفط ما هو نحن نفط اللي عندنا برضو دي إحدى المشكلات البنيوية بيباع أولا ثم نشتري وهنا عمولات وهنا عمولات للأسف الشديد فأنت لما تيجي تقولي كورة الزكية طيب كويس إنك وصلت لحل عصري وعملي واقتصادي وكل حق وهيوفر كزة 3-4 مليون دولار فعلا نفسته إمتى؟ لحد النهار الضلام يكتمل تنفيزه والمشكلة بقى اللي فوق ده كله إن أصلا النفط اللي عندك مش كافي فمش مسألة كروة حتى لو خففت الدعم مش مسألة إن عملت كارت الزكي لا المسألة إن الاحتياجات بتتسجايت ودليل ده إيه؟ إن لا في عهد مرشي ولا في العهد الحالي ولا في عهد مجلس العسكري توقفت هذه الاحتياجات عند النمو المتصاعد لدرجة لإن طبعا الطوابير بتصل في مصر إلى 3-4 كيلو وإنها شوق فتاخب بنزين تبقى الدول النفطية وعدتكم وعدت مصر بتقديم مساعدات بترولية وواصل مساعدات من السعودية والإمارات والكويت يعني بحدود مليارين وخمسمائة مليون دولار وصلت مساعدات بترولية هل حلت جزءا من الأزمة؟ بلا جدال بلا جدال يعني أنا مؤمن بما ينتشر في الشوارع وأحياء لبنان الآن لملك الخير وملكة الخير رغم أن أنا ليه موقف مغير على مدى العمري أنا خريك 70 من الجامعة لكن بنحني بكل الإجلال والتأدير للسعودية والإمارات لأن ما قد حكبه كبير ده نمرأ واحد نمرأ اتنين كان فوري مش حليني على ما يجتمعه ويقرره وتبعته نتفل أولى على الفوار يعني ساهم بإيجاد حلول عملية لبعض المشاكلات حد جدا نعم أنت مش هتحل المشكلات الحد في الأجل القصير اللي هو خمس سنوات أنت على الأقل هتفك العقدة تحطها على الطريق الصحيح ده اللي هو اسمه طريق الحل يعني في الأجل القصير أنت مضغوط عليك في كذا مجال أصلاً مش بس فقط النفط عايز تحل مشكلات النفط أنت عندك كم متراكم من المشكلات اللي بينمو دي المشكلة وعلى الأقل بتنمو احتياجاتها ما تقولي مليون ونصف كل سنة بزيادة في السكان يعني لبنان ده بنقراره كل أربع سرين تقريباً طيب دكتور هناك تخوف من عدم قدرة الحكومة على السداد ولسيما أن الحكومة تدينه للشركات الأجنابية بمبالغ تصل إلى تقريباً ستمائة مليار دولار صحيح لا 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 مبلغ مبلغ فيه جداً جداً إنما على أي الحالات تعرف لو عشر مليار مبلغ برض مبلغ كيبي بالنسبة لظروف مصر الصعبة يومين دولي إنما حين الحكومة تدرك حاجة مهمة جداً وده للأسف الشديد من عهد أنا رسادات لحد النهاردة أن الدائرة الانتخابية لهذه الحكومات هو الغرب مش المواطن المصر بمعنى أما يرضى عنه تتحلق أمور كثيرة ده دي المشكلة البارزة إن أنت بالتالي ما بتعملش تعبئة شعبية يقف بوراك الناس لو تيجي بصراحة شدوا الأحزام على البطول ما عنده ناش أنا أقمت 8 سنوات في تونس إذا ما كانت جامعة الدول العربية هناك أولادي بيسألوني إيه الموجه والتفاح من راحوا لمدرسة والله العظيم الحكومة عفوا قالت إيه اللي ما نقدرش نشتريه من لزمناش طيب دكتور لم يتبقى لدي الكثير من الوقت أود إجابات مختصرة هل مصر تتوقع عرقلة إسرائيلية خصوصاً في التنقيف في البحر المتوسط وقد تعتبر هذه المناطق الاستكشاف يعني مناطق لها أو مناطق متنازع عليها برايك هل ممكن أن يحصل ذلك من قبل إسرائيل أنا طبعاً أستبعد أولاً أقر أن إسرائيل كرسان ويقاطع طريق لن تتوالع الانتاج أية فرصة والتلويح دائماً بالقوة دائماً بيعمل مع لبنان للأسف الشديد وطبعاً كبرص هي امتداد للسوق ربما يقدرش يجيون أحيات إسرائيل لما فيه بيخص مصر هما بيتعامل بمنتهى الحساسية عشان موحد لأنه عارف أن الرأي اللي عام في مصر حتى إن كان ده لا يطرح أنت مش ملاحظ أنه ولا السيسي ولا غيره بالكلمة المعادة وللأمانة ليس من المصلحة تحداً أن نفتح نهاردة معركة مع إسرائيل الموضوع هتتحل هتطلق أنا عندي يقين بس مش في الظروف المهببة وخصوصاً بقى أن أنت نهاردة ما بتعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية وما عندكش محل تاني ليه مهما كانت إمبرالية مش إمبرالية أمريكا قادرة أن تعطل لأي بلد حتى روسيا كل مصالحها في العالم لو رغبت يعني تقفل كل الأبواب المفتوحة إحنا مش دقلين في صراع مع أمريكا ولا من المصلحة لكن دخلين في صراع مع إسرائيل ومن مصلحتنا لأنه بقى السوق واحد والإنتاج البارز بقى واحد اللي هو النفط النفضة والغاز إسرائيل عامنا اتفاقات من 3-4 أيام وعشان طبعاً يبروزوها لنا كمان كرأي عام ويده كيري كروتي يلعب بيها بقول لك الشركة الشركة الفلسطينية اللي هتتطول المسألة فين يا أخوانا الشركة دي؟ قال لك لسه ما تأسستش بينما بتبيع شركة ما تأسستش عشان تشوف قد إيه للأسف الشديد النور دي بتلتحك عليه قبل الغاز للأسف الشديد الدكتور مجد حمد البحث في شؤون الاقتصاد العربي ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة اللبنانية الدولية أشكرك جزيلاً على هذا اللقاء أنا شكر جداً وبعتزب هذا اللقاء كثيراً شكراً شكراً دكتور العزيز مشاهدين إلى هنا وتنتهي هذه الحلقة نشكر لكم حسن المتابعة نلتقى الأسبوع المقبل مع قضية اقتصادية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة